شارك وزير التنمية المحلية محمود شعرا باحتفالات الذكرى الثالثة والثلاثين لعودة طابة للأراضي المصرية واحتفالات العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء هذا وأكد وزير التنمية المحلية أن تثمارات الدولة في شبه جزيرة سيناء تجاوزت 650 مليار جنيه خلال سبع سنوات مشيرا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في عملية البناء والتعمير وإقامة العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية بمناطق محافظة جنوب سيناء على أنغام هذه الموسيقات العسكرية انطلق الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة ورفع العلم المصري ليرفرف في سماء جنوب سيناء التي عادت بالكامل لسيادة هذا الوطن في مارس من عام 1989 احتفال جاء بحضور عدد من الوزراء وأهالي سيناء تعبيرا عن اعتزازهم بهذه الذكرى الغالية وتأكيدا على تمسك الدولة بكل شبر من أراضيها محافظة هنا والمدينة بصفة خاصة إن شاء الله بتحظى بكتمية شاملة على مستوى وممكن قولها من أولى للمحافظات التنمية لأصبحت بيئة خضراء فيها بإذن الله تعالى زي ما شفنا جنوب سيناء هي مقصد سياحي وتراثي والاهتمام بيها زي من خلال سياسية لأصغر شخص موجود هذه اللحظة التي نرفع فيها العالم على هذه البقعة الطيبة من أرض مصر سابقتها لحظات قوية وكبيرة ينبغي أن تدرس وأن تدرس وأن تكون في وعيك عندما تتكلم وتعمل لأجل مصر الاحتفال بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة يتزامن مع قطار التنمية الذي وصل لطابة بإقامة العديد من المشروعات التي يأتي على رأسها إقامة 120 منزلا بدويا بقرية رأس النقب الأمر الذي عاد بالفرحة على أهل طابة خلال هذا الاحتفال ثلاثة وثلاثون عاما على استرداد هذه المدينة التي عادت بدون إراقة دم واحدة لتظل سيناء شاهدة على كفاح وبطولات عسكرية وسياسية مصرية وخلال لقاء أجره مرسل التلفزيون المصري من طابة محمود جميل أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة أهمية العمل على نشر الوعي بقضية عودة طابة إلى أرض الوطن من التفاصيل عن هذه المشروعات وعن التنمية التي تتم هنا في محافظة جنوب سيناء وتحديدا في مدينة طابة يسعدني أن أرحب بسيادة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أرحب بحضرك فانديم على شاشة تلفزيون المصري كل عام وحضرتك والمصريين وأهالي سيناء بخير يمكن الذكرى الثالثة والثلاثين يعني مصحوبة بعديد من المشروعات التي تم افتتاحها وحضرتك كمان وضعت حجر أساس بعض المشروعات الأخرى مظاهر الاحتفال والإنجازات التي تتم في مدينة طابة احتفالا بالذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طابة في الحقيقة طبعا هو الاحتفالات عندنا بتاخد شكل مختلف شوية احنا الاحتفالات هندها بتقوى ثلاثة ايام خميس جمعة سبت احنا بدأ أنها مبارح من البوابة الرئيسية بعيتنا طابة من القرية اللي انضمت إلينا جديدة لها قرية راس النقب زي ما قلت لك قبل كده في أحد اللقاءات قلت لك أن احنا للساعدادات ما بتبدأش قبل الاحتفال بيوم ولا اثنين احنا بدأ إلي الساعداد دي من أول الشهر انا رحت شدورة القرية وشفت مطالبهم ايه وحتى عملت اتصالات بالمسؤولين وكم من نتائجها القاتي افتتاح او وضع حجر اساس 120 وحدة بدوية في مدينة راس النقب وبعدين جبت مئة رفا السيد وزير البتنمية المحلية موجود معايا السيد جرئيس جهاز التعمير موجود معايا عشان هو اللي حيشتغل المنطقة دي هتكالب 72 مليون جنيه وبعدين مش كده وبس لا دي حتبقى فيها بقى مكتب بريد وهبقى فيها مدرسة وهبقى فيها مسجد وهيبقى فيها وحدة لتضامن مكتب بريد وكلام ده كله هم كان مطالبهم كلها يتلخص في ان هم عايزين موضوع تكافل وكرامة يخشوا في هذا المشروع عايزين مية عايزين بير مية عايزين طبعا بريد عشان يقدروا يتحولوا الكارندات بتاعتهم من شامل سينة لجنوب سينة عايزين يقبضوا يروح يشرفوا يقبضوا يقبضوا مكان بعيد فدي كلها مطالب احنا لبيعين بارح كنا ملبينها بوضع حجر اساس اللي هي مية عايزين واحدة النهاردة طبعا ايضا فقطنا حجر اساس محطة تحلية خمسة تلاف فتر بكعب مية في اليوم بكلفة تكاليفة مية وخمسين مليون جنيه النهاردة برضو يمكن بعد الاحتفال هنروح نفتتح عمل من اعمال السدود والبحيرات هنا في مدينة الطاب مدينة الطابة مشهورة طبعا بالسيول وكلامين في الحقيقة طبعا هنكمل بعد كده على المسجد السلام الخطبة كلها هتوزع يمكن قبل الخطبة بس احنا هنرفع العالم دلوقت ودي بعيد للازهان ذكرى رفع العالم للطابة وذكرى عودة الطابة الى الوطن الام لازم الولاد انا بجيب بحرص اجيب الشباب بحرص اجيب الولاد يشوفوا اللقطة دي وبحرص انه ينقل على الهواء لمصر كلها عشان الناس تسأل ايه رفع العالم ده لازم يعرفوا ان رفع العالم ده كان من 33 سالة كان بمشكلة مع الجانب الاخر واحنا حلناها وكسبناها بالتحكيم الدول لازم الناس لازم الشباب بازم المصرين يعرفوا الكلام ده كله عشان كده انا عامل عندي هنا في محافظة كسينة المحاضرة الاولى بكرة عن عودة الطابة في المدارس لازم لازم الوعى ده ينتشر ولازم الولاد يعرفه ولازم بتعلمه ولازم يعرفين ايه اللي بيحطس ان شاء الله بالليل احنا هنكون في شرم الشيخ في حفلة برضو عشان الحفلات تتوزع عن مدينة كلها بكرة في حفلة في الطور يبقى انت احتفلت في طابة احتفلت في شرم الشيخ احتفلت في الطور عملت حالة فرحة وسعادة وبهجة والناس تحس ان دي عيد قومي فعلا وعيد وطني جدا فيه برضو افتتحات في الطور فيه افتتحات في رصد فيه افتتحات في دهب تختلف انواعها بقى من مدارس لسدود لبحيرات لجوامع يعني دي طبعا محافظ عايز اتكلم مع حضرتك يمكن طابة بتتمتع بموقع جغرافي متميز وبها مقاومات سيحية كبيرة جدا لكن من اهم المقاومات السياحية دي مطار طابة يعني مطار طابة طبعا اللي اصبح بينتمي اداريا لمحافظة جنوب سينا واهمية مطار طابة في جذب السياح وتشجيع السياحة طبعا في مدينة طابة هو طبعا عشان نخلي طربة طابة يبقى تابع جنوب سيناء لازم يبقى فيه تعديل الحدود الادارية تعديل الحدود الادارية لازم يبقى فيه قرار جمهوري فاحنا مشينا في السيكونس بتاعت الترتيب لان احنا نحوله لجنوب سيناء مشينا صح قطبنا للجهات الرسمية قطبنا الدولة وصل الموضوع لسرعة الرئيس سرعة الرئيس امر واصدر قرار جمهوري بتحويل بتعديل الحدود الادارية بتعديل الحدود الادارية دي نتك عنه ان احنا مطار طبع بقى تابع لمحافظة جنوب سيناء وقرية راس النقب اللي انا بكلمك عليها دي دخلت ضمن الحدود الادارية بقى تابعة محافظة جنوب سيناء عشان كده احنا تحركنا وروحنا وشفنا مطالب ولادنا ايه مراسم تقول بقى المحافظة محتاجين ايه عندهم مشاكل ايه واععد معاهم وبعدت المدرين كلهم قاعدوا معاهم عشان نعرف ونحل مشاكلهم على الطبيعة ده في الحقيقة موضوع المطار بعد كده المطار ده هينزل على الخرايط وهينزل على الخرايط بلون الطابة طول الطابة تقريبا اصفر او اخدر انما احمر كان قبل كده احمر فاحمر دي ما ميجيبلكش ولا طارة تنزل عندك وبترتفع اسعار التأمين تأمين الطارات وبترتفع جدا ومحدش بخاف ينزل المطار طو يعني اخدنا المطار ده بقى جنوب سيناء بينزل على الخرايط دلوقتي تابع محافظة جنوب سيناء وتتوالى بقى عملية السياحة ان شاء الله وزود الطارات وكذا السياحة اللي هو خالد فودا دايما مهتم بالمواهب والشابة ويمكن ده يعني لمسناه من خلال دعم حضرتك ليهم في الحفل اللي اقيم بالامس ويمكن فيه نهضة ثقافية فنية موجودة في محافظة جنوب سيناء عندي ولاد انا برعاهم يعني اللي انتم شفتوه من نهار دورنا برعاهم كان عندهم سبع سنين تمان سنين يعني النهاردة شفته وعندنا عندي كمام ولد مبارحي تقرأ القرآن وطلع الاول في التوشيح على مصر كلها والاول في القرآن والصوته رائع وكفيف لا احنا بناهتم بالماء كلها ويعني بدينهم فترة فترة بقانا برعاهم وبدعوهم لاي احتفال بتعملوا المحافظة عشان يقفوا على المسرح ويعودوا على الجمهور ويمكن برعا حزيري الشباب اخذ البنت اللي اسمها قروه قال لها انت هتتضمي على الكونسورفاتوار هتتضمي على الاوركسترا هتتضمي على الاوركسترا ان شاء الله وانتي معانا واحنا طبعا نبدأ ساعدناهم هدايا عشان نرفع منه ونحفز منه اخيرا رسالة اللواء خالد فودة من ساحة العالم في الذكرى الثالثة والثلاثين لتحرير طبعا احنا بنوعد الشعب المصري يعني باستمرار وشعب محافظة ان احنا نحافز على هذا المكان نحافز على زي المنطقة الجميلة نحافز ونطور فيها والي الاحسن ان شاء الله